وللمزيد ينموا إلينا من مدينة الأولوة القطرية مراسل التلفزيون المصري محمود شاكر محمود بعد التحية أطلعنا على الأجواء عندك خاصة مع فوز اليابان على ألمانيا بهدفين لهدف واتعادوا للمغرب مع كرواتيا وأيضا فوز إسبانيا على كوستاريكا بسبعة أهداف للأشي شروع تحياتي الجميع مشاهدي القناة الأولى والفضايا المصرية والتلفزيون المصري في كل مكان من هنا من العاصمة القطرية الدوحى تحديدا من مدينة الأولوة إحدى أجمل المدين اللي موجودة في العاصمة القطرية الدوحى ويوم النهاردة كان حافل جدا جدا للمنتخب المغربي بيكمل سلسلة النتائج الجاية جدا جدا للمنتخبات العربية طبعا بعد ما شفنا إنبارح السعودية بتكسب أداء ولا أروع ولا أجمل مع المنتخب الأرشنطيني وتعادل تونس مع المنتخب الدنماركي القوي النهاردة المنتخب المغربي بيعمل مباراة قوية جدا جدا وبيتعادل مع المنتخب الكرواتي وصيف كأس العالم 2018 الكأس العالم اللي فاتت المنتخب المغربي كان قرير من الفوز وقضاع فرص كتيرة جدا والمباراة كانت سجال ما بين الفرئتين طبعا مع الفارق الكبير ما بين الفرئتين تاريخيا وبادنيا وفنيا لكن المنتخب المغربي النهاردة قدر هو ياخد قطة سمينة جدا جدا من المنتخب الكرواتي وعاوز أكلمت عاجة شو أقولك أن فعلا المنتخبات العربية هنا بفعلا كأنها بتلعب بأرضها ودي ميزة كبيرة جدا لجميع المنتخبات هنا عندنا أربع منتخبات عربية منتخب القطري فقط وده كان غريب شوية من هو صاحب الأرض والجمهور حق النتيجة سلبية في أول مباراة ولكن ده المباراة طبعا شوفنا نتائج الجميلة جدا للمنتخبات العربية عاوز بقى أن أقولك المفاجأة الكبيرة النهاردة وهي هزيمة المنتخب الألماني من المنتخب الياباني بنتيجة اثنين واحد في آخر الدهائق النتيجة كانت كبيرة جدا جدا وفجأة العالم كله وبواضح جدا أن المنديال ده هيبقى منديال المفاجآت المنتخب الياباني اللي كان داخل البطولة والناس كتيرة كانت تعتقد أن هو كستانيكا هتزال بمجموعة بسهولة جدا ولكن واضح أن مشوار أسبانيا وألمانيا في المجموعة مش هيكون ساك منتخب الياباني قدم مباراة قوية جدا جدا أمام المنتخب الألماني وقدر يكسب منتخب الألماني اللي عنده مشاكل كتير جدا مع هانز فليك برغم أن هانز فليك أقدم أفضل المداربين الموجودين لألماني وشوفنا نتائجه الكويسة جدا مع بايري بيونيخ ولكن مع المنتخب الألماني عنده مشاكل كتير جدا طبعا وده بسبب أن ألمانيا ما عندهاش الفرود الصريحة والراس الحربة اللي يقدر تخلص نفس الكلام برضو اللي اتنين المساكين الورق أو الاثنين سنتر باك مش بيقدموا أفضل مستوى لهم بعد عدم اندمام هوملز واحد من أفضل مدافعين التاريخين للمنتخب الألماني ولكن عاوز أخش بقى على المنتخب الأسباني والمديجة الكبيرة جدا جدا سبعة صفر بيغلب المنتخب الكستاريكي اللي واضح فعلا أنه هو هيكون حصالة المجموعة المنتخب الأسباني بأداء قوي جدا جدا من لويس أمريكي المدرب الكبير في أسبانيا ومدرب التاريخي لبرشلونا برغم الانتقادات اللي كانت موجودة جدا كبيرة قوي على المنتخب الأسباني خصوصا لويس أمريكي قبل فترة الإعداد وقبل دخول المنديل بسبب عدم اندمام لعيبة كتيرة قوية زي تاجو ألكنتارا في نص الملعب زي طبعا سيرجي راموس المدافع التاريخي للمنتخب الأسباني ولكن النهاردة أسبانيا بتقول إن هي جاية ويمكن تروح بعيد في كاس العالم بأداء جميل في أول تلاتين ديئة قدروا يحجر تلف أهداف والمباراة وسط السبع أهداف في تسعين ديئة فأعتقد إن المنتخب الأسباني ممكن يروح بعيد في هذه البطولة ولكن عاوز أقولك الأجواء هنا في مدينة اللي قلوها أكتر بين رائعة هي من أجمل الأماكن والمدن اللي موجودة في الدوحة فعاليات كتيرة جدا 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 معارف ماش بس ندخل نصور جواب كتر الزحمة والدوشة ولكن عروض واستعراضات وكل جماهير معظم الجماهير الأوروبية بتهرب سويا من الزحمة اللي تبقى موجودة في وسط المرض نعم محمود يعني شكرا لك محمود شاكر من قطر ومن الأجواء الحماسية مراسل التلفزيون المصري